أسطورة في أوقات كثيرة جدا ممكن لعيب واحد يشدك لأنك أنت تتابع نادي أو تحب نادي أو تشجع كرة بشكل من الأشكال وفي نجوم في الكرة الإيطالية شدوني دايما للأندية والمنتخبات الحقيقة لفترات طويلة جدا منهم الأسطورة الحقيقة جان فرانكو زولا مع نجوم من العادة التقيل قدمتهم الكرة الإيطالية مع دارش أنسى روبرتو باجيو مع دارش أنسى أنتونيو كاسانو تاتي ودل بيرو وغيرهم وغيرهم من نجوم لكن الحقيقة كاسانو تجربته كانت مميزة جدا من البدايات أخذوا بالحضراتكم أنه الحقيقة ما كانش بس نجم في إيطاليا لكن تقدر تقول كده أن واحد من الأسباب اللي صنعت نهضة تشالسي في العصر الحديث جان فرانكو زولا نجم إيطاليا ونجم نابولي ونجم تشالسي هو وضفنا فيه السادسة طبعا بداية اسمحولي أرحب بواحد من أكتر اللعبين اللي شفتهم وتابعتهم وعشقتهم على مدار سنين طويلة بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وسعيد جدا أن أنا بعمل الحوار ده مع واحد من اللعيبة المفضلة اللي عشقت يمكن بسببهم الكرة الإيطالية وتابعت بسببهم تشالسي في بداية تقلقك فيه مساء الخير على الجميع أريد تحية جماهير قناة النادي الأهلي الأهلي فريع عظيم ساني أكثر لعندية تتويقا في البطولات بعد ريال مدريد يقع في كرة عظيمة كرة أفريقيا ودولة عظيمة مثل دولة مصر أعايزي قبل بدخل وأكلمك على تشالسي طبعا وعلى بطولة كاسر وعالم الأندية أعايز أسألك سؤال الحقيقة أنا حبيت الكرة الإيطالية وحبيت الكالشو لسنين طويلة وكنت بشجع فرق إيطاليا في بطولات أوروبا بسبب عشقي اللعيبة كتيرة جدا منهم زولا منهم باجيو منهم تاتي وعليساندرو دل بيرو وعنطونيو كاسانو وغيرهم كتير جدا وبعيدا سيبك من مشاكل الأندية وسيبك من قضايا الفساد وسيبك من تراجع المستوى أنا باتكلم عن الموهبة مع واحد من أفضل الموهبين الإيطاليين ليه غابت الموهب الإيطالية عن الملاعب بالنسبة لي إيطاليا مزالت لديها العديد من المواهب الإيطالية لدينا فرانكو زانيولو ولدينا فدريكو كيزا وماركو فراتي وجورجينيو إيطاليا ليس فقط في الكرة الإيطالية ولكن تفرأ في كرة القدم العالمية إيطاليا تسعين لن تتكرر إيطاليا تسعين كان لديها عظماء في الدفاع وكان لديهم طريقة خيالية في اللعب مثل روبرتو باجو وروبرتو منسيني للأسف هناك العديد من المواهب من الصعب تكرراء في الكرة الإيطالية مرة أخرى ولكن لدينا المواهب وأتمنى أن هؤلاء المواهب يساعدون إيطاليا في الصعود لكأس العالم القادم ولكن دول العالم لديها مشاكل كثيرة منهم إيطاليا لكن تحدثت مع أريغو ساكي من أجل أن تعود إيطاليا إلى الواجهة مرة أخرى وهناك عمل سنقوم به نحن الإيطاليون وأساطير إيطاليا من أجل عودة إيطاليا إلى الواجهة مرة أخرى ومن أجل إعادة المواهب مرة أخرى تحدثنا في هذا الأمر كثيرا أن لدينا العديد من المواهب التي يجب أن يفضغ نجمع مثل الزنيولو في روما واللورنزو إنسينيا وابوليتانو و هناك العديد الآخرين لكن طريقة لعبهم مختلفة جدا وهذا نوع من نوع الشرح الذي يجب أن وضحه من خلالك ومن خلال كانت النديلالي لعبين مثلي ومثل باجو ومثل منسيني يأتون من الشارع يأتون من الموهبة هي موهبة أكثر منها صنعة ويأتون من الأكديميات هي نتيجة صعبة كما ذكرت أنت أن تعود إيطاليا مع هؤلاء اللعبون لكن أنا أأمل أن إيطاليا تغير من سياستها لهذا أنا في لندن لأن السياسة في إيطاليا صعبة جدا وهناك حالة من عدم إعطاء الفرص للمواهب ويأخذون اللاعبون الخير عشاء الكرة الإيطالية سؤالهم الأساسي مش هل تصل إيطاليا لكاس العالم على حساب البرتغال ولا لا السؤال هنا هل تستطيع إيطاليا أنها تكون قوة تنافس الكبار على تحقيق لقب كاس العالم في نسخة 2022 ولا لا هذا كل ما أتمنى ستكون كرسة إن لم تتأهل إيطاليا إلى كاس العالم في قاتر للمرة الثانية على التوالي لكن بالنسبة لي أنا آسف جدا وحزين لأنني رأيت إيطاليا في موقف خطر لأن إيطاليا يجب أن تتأهل مباشرة وجود إيطاليا في هذا المازك شيء يحزنني جدا لأن للأسف التأهل كان بأيدينا ولكن نحن مناضعات ولكن روبرتو منشيني في هذا التجمع الأخير مع منتخب إيطاليا قام بضم بعض اللاعبين كعودة بلوتيلي لكن أنا أتوقع أن منتخب إيطاليا سيمر إذا ما قابل البرتغال في الملحق النهائي رغم قوة البرتغال سنعبرهم طيب هقفل معك ملف المنتخب الإيطالي بس قبل ما أروح لتشيلسي وبطولة كاس العالمي همني جدا أسمع أو أتكلم معك عن بدايتك وخصوصا طبعا بعد الخبر الصدمة اللي حصل السنة اللي فاتت برحيل طبعا أسطورة كرة القدم العالمية ديجو أرماندو مارادونا أنت بدايتك الحقيقة شاهد التقلق كبير جدا وكان عندك فرصة تلعب مع ديجو أرماندو مارادونا في نابولي طبعا وتحققوا بطولة الكالتو الإيطالي ولعبت أعتقد كمان مع كاريكا عايزك تكلمني عن الفترة دي وعايزك تكلمني على استفدت إيه من مارادونا وعلاقتك بيه كانت إزاي في فريق نابولي كما قلت لك من قبل أنا بدأت من لا شيء بدأت من الدرجة التالتة وكنت أمارس لعبة كرة القدم في الشارع وكنت مجلوم بقرة القدم وكنت أتمنى الزهاب إلى أحد الأندية الكبرى لكن كنت طفل صغير وكان لدي حلم اللعب الأعظم الأندية في العالم لكن أنا سأيت بكل موسلطا كنا عندي 18 عام انتقلت إلى درجة السالسة اكتشفني لوتشانو موجي سعلى بالصفقات وقام بقلبي إلى نابولي كنت بعمل نتائج عظيمة مع نابولي ثم انتقلت إلى بارما وتم استدعاء إلى المنتخب الإيطالي وذهبت في الآخر إلى تشيلسي وقدمت معهم العظيم من المباراة بالمناسبة يمكن قبل ظهورك معي على الشاشة مباشرة الحقيقة الزملاء كانوا مجهزين كليب كده مجمعين في مجموعة من أهدافك وكل شوية يطلوب مني أن نرجع نستقبلك على الهواء بس أنا كنت مستمتع جدا بيها ومش عايز أرجع وعايز الجمهور كمان يشوف جولة في الملايعة بتهالي فترة شيلسي بنسبة لك هي الفترة الأفضل يعني بداياته انطلاقة طبعا في نابولي كانت مهمة جدا في وجود طبعا أساطير لكن بتهالي برضو مرحلة شيلسي بنسبة لك يمكن تكون هي المرحلة الأطول والأهم بالطبع بالطبع فترة تواهق جامد فرانكو كانت مع شيلسي برغم أنك بدأت في نابولي وأنا أعشق نابولي وأحترم نابولي ولعبت مع بطل عظيم زي مارادونا وفرناندو دي نابولي وترباني كان هؤلاء عظماء ساعدوني ويجب أن أشكرهم من خلالك ولكن عندما ذهبت إلى تشيلسي وجدت لعبون أكثر تطورا والقرى الإنجليزية كانت سريعة من القرى الإيطالية وتطورت جدا في تشيلسي لذا تعتبر محطة تشيلسي هي المحطة العظيمة في تاريخ جيام فرانكو لأنه نضج نجم تزولا وكانت فترة هائلة بالنسبة لي لازم أخذ رأيك في لعيب مصري هو فخر لنا كمصريين الحقيقة وبيقدم مستوىات أكتر من رائعة في الفترة الأخيرة وفي يوم الأيام كان بيلعب لتشيلسي الإنجليزي وفي كلام على أن تشيلسي عنده رغبة في الساعات ومرة تانية الكلام طبعا على النجم المصري محمد صلاح رأيك إيه فيه؟ رأيك في المستوى المستوى التي بقدمها مع ليفر بول والحقيقة المستوى التي بقدمها كمان مع منتخب مصر لو كنت بتتابع بطولة أمم أفريقيا اللي انتهت بالأمس مو صلاح مو صلاح لايب رائع محمد صلاح كل عام يتطور في العام الأكثر منه الهدف التي سجلها صلاح والتي شهدتها من الملعب الهدف يسجلها ميسي ومردون لديه العديد من المهارات الفردية لايب خارج بكل ما تحمله الكلمة من معنى محمد صلاح وأنا أتحدث معك الآن أتخيل جميع الهدف التي سجلها صلاح لكن دعني أتحدث عن مباراة نهاية أفريقيا بالأمس صلاح قدم أداء رائع لكن المنتقب المصري للأسف قدم مباراة كانت صعبة وكانت صعبة الحصول على أفريقيا للأسف أنا حزين للمنتقب المصري لأن محمد صلاح قدم أداء جيد وليسا فقط محمد صلاح منتخب مصر جميعا قدم بطولة عظيمة لكن صلاح لعب خارج ولاعب دعني أقول لك لا يعود في الكرة المصرية ويجب أن يبخر الجميع في مصر أن لديه لعب مثل صلاح لأنه في إنجلترا مختلف عن مصر يمكن إحنا في مصر زعلنا لخسارة المباراة وخسارة اللقب لكن فرحانين جدا بالأداء وبالروح والمستوى اللي أقدمه المنتخب الوطني على مدار البطولة كلها خصوصا أنه صاحب المشوار الأصعب وقابل منتخبات كبيرة وقدر يتخطاها لو بتكلم كارلوس كيروش مدير الفني للمنتخب الوطني وإحنا في مصر هنا بناستعد المواجهتين في منتغى الأهمية زي ما إيطاليا بتنافس البرتغال على تسكرة التأهل لكاس العالم مصر بتنافس السنغال برضو المنافس اللي أبنى في نهاية بطولة أفريقيا على تسكرة التأهل لكاس العالم النصيحة التي توجهها الكارلوس كيروش قبل المواجهتين دول أنا لا أستطيع أن أعطي نصائح لمدرب رائع ومدرب كبير مثل كارلوس كيروش لديه تاريخ عظيم لكن أريد تهنية كارلوس كيروش بالعمل العظيم الذي قدمه في بطولة الأمم الأفريقية لكن دعني أوضع شيء نهم من وجه تناظري منتغى مصر بالأمس كان مرهق بدنيا وضح الأمس كمية الإرهاكة البدنة التي سهرت على وجوه اللاعبين وعلى اللياقة البدنية لمنتغى مصر منتغى مصر تم ظلمه لأن منتغى لأول مرة يلعب أربعة وقت إضافة في بطولة قرية على مستوى العالم وهذا ريكورد لكن قاموا بيقصاء منتخبات عظيمة وكانوا يستحقون أن يفوزون بالبطولة لكن هذه أحكام كرة القدم تهنية لمصر ولكن أكرر لا أريد أن أعطي نصائح لكارلوس كيروش لأنه قام بعمل عظيم أتمنى فقط التوفيق لكيروش والتاهل لكاس العالم هل في لعيبة من المنتخب المصري سواف المباراة مبارح أو على مدار البطولة كلها لفتوا نظرك أو شايف أن عندهم المقاومات التي تسمح لهم أنهم يلعبوا في دوري كبير زي الدوري الإيطالي قبل أي شيء كي أكون صريحة معكم أنا شاهدت مباراة المنتخب المصري النهائية فقط لكن حارس المرمى المنتخب المصري كان رائع وخارب قام بعمل عدة انكازات صعبة جدا كانت مفاجأة بالنسبة لي أن أشاهد حارس المرمى عظيم كما حارس منتخب مصر برانس بمناسبة كلامك عن كارلوس كيروش يعني طبعا مدرب برتوغالي كبير خليني أسأل المدرب جيان فرانكو زولا يعني إحنا هنا في مصر في أفريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص في تجارب كتير نجحة لمدارس التدريب يعني الألمان موجودين بقوة وحققوا إنجازات مع الأندية ومع المنتخبات الفرنسويين نفس الحكاية البرتوغاليين أصحاب بصمة المدرب الإيطالي يكاد يكون مش موجود سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات هل عندك تفسير لده؟ هذا لا أعرفه ولا أعلم لماذا لكن في الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة المدربون الإيطاليون بدأوا يخرجون خارج إيطاليا وزعبوا إلى أسبانيا وزعبوا إلى أنجلترا وزعبنا إلى ألمانيا ونذهب أيضا إلى هولندا لكن لأن القرى الأوروبية قريبة جدا من القرى الإيطالية لكن هي مدارس مختلفة هناك المدرسة الإيطالية صعب أن تتأكل مع القرى المصرية لأن القرى الأفريقية والقرى المصرية هي صعبة وبعيدة شيء أمامها مع كل الاحترام من القرى الأفريقية والمصرية هي بعيدة كل البعد عن فكر الإيطاليين هتنقل معاك لملف كاس العالم بداية أسمع رأي جان فرانكوزولا في تشيلسي نسخة توماس طوخل اللي هتشارك طبعا في البطولة إيه اللي اختلاف بينها وبين تشيلسي قبل كده وخصوصا يمكن تشيلسي كان وصل قبل كده المشاركة في البطولة ووصل بالفعل مبارا نهائية لكن خسر أمام طبعا بطل الكوبا ليبرتادوريس كان كورنثيانس في الوقت ده بالنسبة ليه لا أريد أن أتحدث عن نسخة تشيلسي قبل توماس طوخل لكن أنا أريد أن أتحدث عن نسخة تشيلسي الحالية مع توماس طوخل لأنها نسخة عظيمة وتقدم مباراة مباريات رائعة وتومس طوخل يقدم أداء عظيم مع تشيلسي فازها بالشامبيوزليج وأنا أشاهد تدريب تشيلسي يوميا لأن أجد موجودة الآن في لندن قريب جدا من توماس طوخل يقوم بأعمل عظيم جدا جدا وأعتقد أن تشيلسي تطور جدا مع توماس طوخل لكن كأس العالم ستكون بطولة هامة جدا لتشيلسي ذهبنا إلى الإمارات وأبو ظابي من أجل الفوز بالذهب وطومس طوخل حسى اللاعبين على ذلك لكن تشيلسي تطور جدا مع توماس طوخل ويقدم أداء عظيم لدينا بعض النجوم كاللوكاكو وبعض الشبان لكن العمل الذي يقدمه تشيلسي العظيم يجب أن نشكر علي أكاديمية تشيلسي لأنها ساعدت تشيلسي كثيرا في وجود بعض الشبان مع اللاعبون الكبار وهذا العمل العظيم الذي يقدمه ليس فقط تومس طوخل بل جميع مدرب تشيلسي اللياقة البدنية والمدرب المساعد والجميع في العمل أريد أن أقول لك أن بيئة العمل في تشيلسي عظيمة جدا هتفق معك جزئيا أن تشيلسي ممكن يكون المرشح الأوفر حظا في تحقي اللقب لكن صدقني لو قلت لك أن الحقيقة المربع الدهبي في غاية القوة زولا زولا يريد أن يذكر كاي هاجك لأنه يقوم أيضا بعمل عظيم طيب خليني تاني هارجع أقول لك أتفق أنه يمكن شيلسي طبعا دايما بطل أوروبا بيبقى المرشح الأوفر حظا لتحقي اللقب وبالأرقام حتى يمكن الفرق الأوروبية هي الأكتر في تحقي اللقب بطول كاس عامل ده لكن صدقني المنافسة أبدا ما هيش سهلة أولا مربع الدهبي بيضم أربع فرق من العرض الثقيل الهلال السعودي الأهلي المصري بالمراس البرازيلي وكلهم عندهم صخصية البطل وكلهم عندهم الدافع وهبدأ معك من مباراة تشيلسي والهلال السعودي إزاي بتشوف المباراة وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدموا الهلال في أولى مباراة وتحقيه مكسب هو الأكبر أعتقد في تاريخ بطولة كاس العالم للأندية قبل كل شيء نحن نتحدث عن كاس العالم للأندية وهذا يعني أن كل فريق موجود في هذه البطولة يستحق أن يتواجد كأفضل فريق في قرى التي يلعب بها هذا ما معناه هذا يعني أن كما تشيلسي الأقوى في أوروبا الهلال أيضا كان الأفضل في أسيا والأهلي الأفضل في أفريقيا وبالميرس كان الأفضل في أمريكا الجنوبية وأنا موافقك في الرأي وأحترم ذلك ونحترم جميع الفرق كما توجد حصوص لتشيلسي الأهلي أيضا لدي حصوص والهلال لدي حصوص وبالميرس لدي حصوص إذن أنا لا أريد أن أتحدث عن الورق هناك ملعب وهناك قرى تقدم يفوز الأفضل أتمنى حصول تشيلسي على اللقب لكن الأداء الذي ظهر به الفريق السعودي بالأمس يجب علينا أن نقدره ونحترمه وإذا كان تشيلسي قادم قبل هذه المباراة أن مباراة الهلال ستكون سألة أقول من خلالك مباراة الهلال ستكون صعبة على تشيلسي ويجب أحترامهم لكي نعبر إلى الفاينال على الطرف الثاني الأهلي واجه بالميرس ودي بالنسبة لنا كأهلوية كلاكيت تاني مرة لأنه كان فيه مواجهة سابقة في النسخة الأخيرة من كياس عالم لأندية وقدرنا أن احنا نحقق البرونزية على حساب بالميرس إزاي بتشوف المباراة دي ومين من وجهة نازل زولا الأقرب لمواجهة يعني تشيلسي بقى أو الهلال مش عارف في المباراة النهائية قبل كل شيء دعني أهني النادي الأهلي بالأداء الرائع الخارج الذي قدمه الفريق المصري أمام مونتيري الفريق المكسيكي يعتبر من أصعب الفرق ومن أروع الفرق التي تلعب كرة قدم ممتعة في أمريكا الشمالية والكونكاكاف أعلم جيدا ومتابع أن الأهلي ذهب إلى أبو زابي بدون 15 لاعبي الفريق وذلك بالنسبة لمنتقب مصر اللاعبون لك كانت منتقب منتقب مصر الأهلي حقق نتيجة عظيمة في المباراة الأولى بالميرس فريق صعب جدا وصعب المنال مباراة صعبة جدا ومبطال البرازيل وبطال الكوبة لبرتدوريس وانت تعلم أمريكا الجنوبية وكرة أمريكا الجنوبية ستكون مباراة رائعة أنا متحمس غدا كي أرى مباراة عظيمة الأهلي أمام بالميرس هم يرودون الصعر لأن الأهلي قد فاز عليهم العام الماضي لكن بالنسبة لي الأهلي لم يذهب للأمرات من أجل النزا وما رأيناه في المباراة الماضية أمام مونتيري يقول أن الأهلي فريق عظيم وفريق صعب المنال أيضا أتابع الأهلي وأقول لك الشاي كرة الأهلي كرة عظيمة المدرب يعتمد دائما على الكرة الإيطالية مدرب الأهلي يعشك الكونتر أتاك ويحتفاظ بالكرة ثم يفاجأ الجميع نتمنى أن تكون مباراة تليق بمجموعة أبطال العالم نتكلم على فرق هي الحقيقة أبطال على مستويات عالية جدا ونتمنى أنها تكون بطولة قوية خليني أخذك لشوية موضوعات ليها علاقة بكرة القدم بشكل عام بداية مين بيشجع جان فرانكو زولا في الوقت الحالي إيه الفرق اللي بتوفرها سواء داخل إيطاليا أو خارجها في إيطاليا أنا أشجع كالياري وأشجع نابولي لعبت لهم ولعبت لبرما كالياري ونابولي هم الأقرب لقلبي لأنهم لهم فضلة على فرانكو زولا لكن خارج أوروبا سوري خارج إيطاليا تشيلسي تشيلسي الأول والآخر لا أعشق فريق أكثر من تشيلسي ومين أكثر لعبين بيمتاعوا جان فرانكو زولا مين أفضل ثلاث لعبين في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظرك خارج إيطاليا لاعب رائع يمتع في كرة القدم عندما كان في تشيلسي كان ممتع أتمنى أن يعود لمستوى المعهود لأنه لاعب رائع واجب أن يكون صريح أيضا هناك عديد من اللاعبين نحتاج العديد من الوقت لكي أذكر العديد من اللاعبين هناك كرة القدم انظر كرة القدم لديها العديد من المواهب ولديها العديد من اللاعبون في إيطاليا أعشى كثيرا زانيولو وفيدريكو كيزا لأن هؤلاء لاعبون مواهب أكثر منهم صنعة ويمتعون في الكرة وأنا أعاول عليهم في مباراة المنتخب القادمة إذا مع وجهنا البرتغال أقرب ثلاث أندية من وجهة نظرك لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وأقرب ثلاث منتخبات لتحقيق لقب كسر عالم من وجهة جان فرانكو زولا بالنسبة لشامبوز ليج بالنسبة لشامبوز ليج هناك بالنسبة للي سلاس فرق عزيمة تشيلسي ومانشستر سيتي والباير ني ميونيك هم الأفضل بالنسبة للي بالنسبة لكاس العالم هم الأفضل بالنسبة للي قد يكون عام المنتخب للأرجنتين لأن الأرجنتين لديه متخب عزيم ويعابون أكثر عزيمة ثم فرنسا لأن فرنسا لديه عديد من اللاعبين العظماء قد يكونون مفضلين بنسبة لي الآن أنا أعطيتك واحدة من أمريكا الجنوبية وواحدة من أوروبا وأريد أن أقول لك واحدة من أمريكا الجنوبية البرازيل دائما مفضلة ومرشحة قبل أي شيء يجب علينا أن نحترم تاريخ البرازيل إذا أفاز أو لم يفوز جام فرانكو زولا أسطورة كرة القدم الإيطالية شكرا جزيلا على وجودك معنا ساعت وتشرفت جدا بوجودك معنا وزهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي والدعوة مفتوحة لك وفكرت في يوم من الأيام تكون موجود في مصر أكيد طبعا يساعدنا جدا أن نحن نستقبل نجم كبير بحجمه بقيمة جام فرانكو زولا نجم نابولي وتشيلسي ومنتخب إيطاليا ووعدك على هوا أنك ستكون تجربة أكثر من رائعة بإذن الله في حالة زيارتك لنا ده كان لقاءنا مع نجم تشيلسي السابق ونجم إيطاليا ونجم نابولي وبرما الإيطاليين جام فرانكو زولا فقراتنا متواصلة مع حضراتكم وكلامنا عن مواجهة الأهلي بالميراس اللي يمكن تكلمت عليها وسمعت رأي زولا فيها هتكون مستمرة مع حضراتكم مع نجم الندي الأهلي كابتن أحمد عدل في السادسة بس بعد الفاصل